السلام عليكم و اهلا بكم و مرحبا بكم شغلها تكونوا كامل مهنين بصحيحتكم و بخير و على خير وصفتنا اليوم هي وصفة بسيطة جدا لكن ابنينا و يحبها صغير و الكبير اللي ما رح نوجدو ديك خوكت لي قادرين نرفقوا بهم لانواع لسوب لعداس اللوبيا وصلا كيما يقولوا مع واحد لنصص تاني كتجي صحية ما فيهاش المايوناز و تجي ابنينا كان بعض التدابير وبعد الخطوات نتبعوهم و رح نتحصلوا على ديك خوكت لي اه على بدي بالليك اه لعائلة كاملة رح تحبهم اول حاجة اخطيت حبها بطاطا و شوية شوف لغ كانوا عندي تخواب و كيتاشوف لغ خليتهم يفوروا مع ملح فلفل كحل و ريقة تعرنت و جيت هنا انو تجد الجاج هنا كنتشوفوا قطعة صغيرة من منصدر اه اللي رح نطيبها مع شوية زيت شوية بصل اه في مقلاء نحط البصل ديالي يدبال هو يبدأ يدبال و انا نحط هادك الدجاج تقدروا ديروا الكمية اللي حبيتها لكن اكو تشوفوا ربع منص تاس درتا الجاج رح تيكون كمية الله يبرك لبس بها هنا يا نحطوا الدجاج ديالنا و نبدأوا ندوزنوا فيه نديروا ملح فلفل كحل ديروا اي تابل كان عندكم تات دجاج هاد الشي رح يزيد في البنة لكن دائما التوابير رحو الجود بالموجود هنا يا نخلي الجاج ديالي يطيب تماما و بعدها نحل هادك البطاطا والشوفلغ اللي كانوا يعني خلاص طابوا نبدأ نعبزهم بفرشيطة ولا بخيس بيوري ولا كل واحد وش عنده المهم نعبزه تخي تخي بيان هادك البطاطا مع الشوفلغ شوفوا الشكل ديالهم كيفاش ولا جيس كولا ما كاش ما اسهل دوك هادو كل قطع تعد دجاج نروحو نروحوهم و اللي ما عندها شرحيوة يعني هادو بخيفرانس ديروهم فرحيوة بش لي كروكات تاكم ميجو الشكل ديالهم جميل اللي ما عندها شرحيوة تقطع الجاج ديالها بالموس في الدقيق بغيما في الرقيق ها هوليك هنا رحيت الجاج ديالي تماما ما ترحوش حتى نيولي اون بات لكن يولي بشك لك وتشوفو فيه ونزي غي طعام نخلط هادك الدجاج مع هادك البطاطا ها هاليك هناني حضيت لكم الوصفة يعني شحل من المرة طلبتوها مني درتالكم يعني هادي زمان درتالكم في اون غوتين ودرك احطت لكم الوصفة وحدها هولا هنايا كي ما راكو تشوفو خلط الجاج زيتلو المعدنوس ديرو المعدنوس المعدنوس رحيزيد في البنة وديرو الفرماج دو بخيفرانس سيكون كمام فرماج شوية بنين الفرماج تاع اه اه فرماج غابي ومبعداتيك تبدو اه تزيدو على بلكم بلك شوف لغراويت لقلمة تزيدو كي ما نايا هاد الميلانج دالي مغير فا تاع شابلو قادر انتو مدلكم غير فا زوج ممبام غير فا المهم ديرو يديكم في الزيت وبدو تحبو ديروهم عجيجات تحبو ديروهم دي باتوني كي ما درتهم انا يا شكلوا كاملتيك الكمية اللي عندكم شوفوا الله يبركوت لكم تمدلكم كمية اللبس بيها ومبعك نروحو نقلوهم هنا راح نمدلكم تانيك تدبيرا ناس لي ما تنجحش في المعقودة وهاد لي كروكت حاولوا انكم كيتفاصونيوهم خبوهم في الكونجيلاتور لطن لي جو تقلوهم باك حطوهم ديركتوهم في المقلق ولا حطوهم يعني ولا درتهم بكري حطوهم في الفريجيدر هنا يا حطيت درت حبا ولاد الجاج ولا شابلو نحطهم في قبل في ولاد الجاج وباك نحطهم في لا شابلو نعاود نرجحهم في ولاد الجاج ونعاود نديرهم في لا شابلو نحطهم في أم بلاتو ونخبيهم لطن اللي نجو راح نقدمو الأكل دينا نخرجوهم ونقلوهم يعني جو وشو نقولكم يعني الله يبارك شوفو هنا ليك حوكات تاي كيفاش همشدين رحم سخنت الزيت تكون سخونة لكن ما تبلغوش في تسخنتها الزيت وباكية تسخن ونتو نقصو لها النار تجي متووسط النار والا وتبدو تقلي وفليك حوكات تاكو ما كنت شوفو كل شرهو طايب يعني ما دابينا ببرك هديك القر ماشا لي جي من الفوق والداخل جي طريا دوقتها الجبن ألو غلا هدك شوف لغلي ديلو هي ولي ما يبانش كاملة يجو بزاف بنان يعني جربوهم كين بزاف لي جربوهم من قناة تاعي وعجبوهم بالبزاف دو كان نروحو هنا يا لاصص لي وجدتها أنا يا هنا درت فخوماج غيجيم باش نزكي به الفخوماج لي كان عندي هاد الفرماج لي جي بدوق زيت زيتون وتوم هادا فرماج طبيعي ولكن انتو ما تقدرو ديرو كغيما يوخت طبيعي ولا هادك فخوماج غيجيم ودوزنوه بطبع الناس لي كي ما احنا ما نحبوش على باركو ما نال مايوناز نيفيتيها وماكسيموم يعني ما ناش تخو مايوناز ولي صص لي فيهم المايوناز يعني نهرب منهم كي ما يقولوا سكيفي دائما تلقاوني ندير هادا كالفخوماج غيجيم يعني نزيدلو انوع الفرماج ندوزنو كي ما راكو تشوفو ندلو التوم ندلو شوية معدنوس مجفف يجي بزاف بنين أنا درت زوجت السنة تتاعتهم درت معدنوس كان فخي عندي كي ما راكو تشوفو الملح الفلفل اللي كحل يعني دوزنو لصص ديركم كي ما حبيتو وديرو لها الاضافة اللي حبيتوها هنا زتلها زيت زيتون وخلط كاملة هاد المقادر وبعدها اديت نصيب وزتلو فلفل حار تحبو تزيدولو هريسة ولا هكذا بش النوعو في الادواء أنا هاد لصص دراري حبوهم بالبزاف وها هم ليك ليك خوكات التانرة هم ليك وجدين شاهدتكم ان شاء الله في الجنة هاد الوصفات ملح في رمضان ملح يعني السير اللي يام شوفو هنا غانين ولكم فلاسوس كيفاش جات جيبنينا نقدروا نرفقوا بها هاد لك خوكات قلت لكم هاد وصلة ننديروها انها لينطيبوا ليسوب نطيبوا مثلا نحدس دفالوبيا ولا كينديروها يعني نديرو هاد لك خوكات يتوتو مع كاملة انواع ليسوب هاد هي حبيبة قلبي بالنسبة الوصفة تاليوم اللي انتمنا انها نفعتكم ونالت الاهجاب ديلكم ودركا مقعد ليغن بقيكم على خير ونقلكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته